وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وهذه قراءة متن نواقض الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ست ومئتين وألف للهجر قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشر الأول الشرك في عبادة الله تعالى والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر الثاني من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليه كفر إجماعا الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفره أو صحح مذهبه كفر إجماعا الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيط على حكمه فهو كافر الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبق أعماله السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثواب أو عقاب كفر والدليل قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم السابق السحر ومن الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا لا إنما نحن فتنة فلا تكفر الثاني الثاني مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وزئ الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر العاشر الإعراب عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازي والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطر ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم إعقابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تم بحمد الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ترجمة نانسي قنقر